أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استكبال المراجعة الثالثة للاتفاق الموسع مع مصر ما يسمح للقاهرة باستلام ما يعادل نحو 820 مليون دولار وأوضح صندوق النقد الدولي أن الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها وشار صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم في مصر في طريقه إلى الانخفاض وأن نظام سعر الصرف المرن يظل أساس البرنامج الذي تتبناه الدولة المصرية